السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكرة سريعة وبسيطة وجميلة جدا وقيمة اي حد يقدر يعملها ويستفيد منها وده بناء على طلب اخواتنا المتابعين عند الجهاز ده محول بياخد من السيارة بياخد من الولاعة الاثناشر فول بيخرج لي هنا متين وعشرين وبقدر اشحن كمان الموبايل من خلال الطيار المتين وعشرين هنا نشوف بس القدرة بتاعته كم واط هنا مية وخمسين واط قدرة الجهاز او العاكس اللي موجود معنا هنبدأ نفكه كده مع بعض سريعا ونشوف هنقدر نستفيد منه في المنزل ازاي ونستفيد منه كمان في السيارة ازاي او في اي مكان تقدر تستفيد منه علشان يبقى جهاز متعدد ما يبقاش للسيارة بس لان كتير من اخواتنا قالوا وعايزين نجيبه ونستفيد منه في المنزل اثناء انقطاع الطيار الكهرباء برضو نقدر نوظفه ولكن بفكرة وفيديو اليوم ياريت في اول الفيديو بذكرك ما تنساش تعمل اللايك وكمان تفعل زر الجرس على وضع الكل بحيث يروح لحضرتك اشعار باي فيديو جديد وكمان تشرفنا بتعليق ويلا بنا على الشرع هنبدأ كده باسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ نجيب مشبكين زي كده دي طرف مجب ودي طرف سالب ووصل فيهم طبعا السلك لازم سلك محمل يا جماعة زي كده على الاقل خالص يبقى ستة مل كده تمام احنا بنقول فكرة بسيطة وسريعة هنا هنجيب البيبة دي بتتباع عند اي حد بتاع اه كهرباء السيارات او اكسسورات السيارات هتلاقي عنده بيبة زي دي كده تقدر تركب فيها اه دي كده بكل السلقة اها بتركب اها كده تمام علشان انا ما بواصش هنا ولا افتح ولا افك ولا اعمل يبقى لازم اجيب دي هنا دي لازم تاخد طرف مجب وطرف سالب احنا هنا هنوصل المجب في الطرف ده اهو والسالب هنوصله على الطرف اللي موجود معنا ده سريعا ونرجع كده انا سبتت الواصلة بالشكل ده اهو الطرف السالب السالب لاسمر والمجب لاحمر وهنبدأ نوصل على البطارية مع مراعاة المجب والسالب علشان الجهاز ما يضربش وهتبدأ توصل قد السالب وقاد الطرف المجب اهو تمام هنيجي هنا نوصل على الجهاز اللي موجود معنا اهو تمام الجهاز اشتغل معي هم روح تتبريد شغاله واللمبة الخضرة نجرب كده مع بعض على الاضاءة ونجرب كمان على كوية اللحام علشان نقدر نشغل اثناء انقطاع الطيار ان شاء الله كده اللمبة شغالة زي الفل اهو حاجة جميلة جدا طيب نفصل نجرب القدرة بتاعته على لمبة 100 واط اهي برضو نبدأ نجرب عليها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله شغاله زي الفل طيب نفصل بقى اللمبة ونجرب على كوية اللحام دي اهم حاجة ان الطيار يبقى مطوع عندك او الكرابة قطعة وتبدأ تشتغل على كوية اللحام احنا قلنا ان التكوية دي 60 واط هتشتغل معاي مستريحة اهو لمبة البان بتاعتها ونوصل بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتو شايفين اشتغلت معاي واقدر استخدمها اثناء انقطاع الطيار وهنجرب كمان نقدر نستخدمها في السيارة لو عندي سلك او حاجة مطوعة في السيارة هوصل على الجهاز ده وهقدر اشتغل من خلال كوية اللحام ومن خلال الـ 220 خليك معاي ما ترحش باي مكان ويلا بينا نجرب على السيارة على الطبيعة الاول هنجرب على المروحة وبعد كده ان شاء الله بإذن الله هنجرب على السيارة هنا انا شغلت مروحة مكتب هو يدوبك كده مشاء الله تقريبا ان المروحة ما بتعديش الميت واط يعني حاجة ممتازة ان هي برضو تشتغل اثناء الصيف هقدر اشغلها الموضوع ده هيب اقتصادي في استهلاك البطارية قلنا ان مميزات الجهاز ايه وعيوبه ايه طبعا الجهاز الموجة معدلة وكمان فيه USB تقدر تشحن الموبايل منها وكمان عايزين نركز على حتة ان الجهاز ده مفهوش تنجر شح يعني بخلاف الانفيرتر الكبير اللي مزود بتنجر بخلاف الUBS اللي مزود برضو بتنجر شح بتقدر تشحن لما يستهلك البطارية دي ميزة من ضمن المميزات وعيوب في الجهاز من ضمن العيوب بتاعته اللي نقدر نقولها برضو لكل اخواتنا انه هو مفهوش تنجر لكن لو انا عندي تنجر هقدر اشتغل من خلاله طيب لو انا بقى مشغله في السيارة زي ما هنجربه دلوقتي مع بعض في السيارة هيبقى ايه المميزات وايه العيوب المميزات ان انا طبعا السيارة بتشحن البطارية لما بتشتغل ولما بتمشي السيارة البطارية بتشحن بقدر انا اشتغل اثناء طبعا السيارة ماشية او وقفت شوية او مشيت شوية هقدر اشغل لان دايما الدينامو بيشحن البطارية طالما انا ماشي وشغال بي السيارة برضو من ضمن المميزات الجميلة اللي قلنا عني انا عايزك تكمل معايا المحتوى للنهاية علشان انا بقدم لك افكار وان كانت افكار بسيطة ولكن ممكن تبقى رايحة من ناس كتير في ناس تقول لي بعد اذنك انت عايزين حاجة جديدة يا حبيبي انا بقول لك ان الفكرة دي ممكن تبقى مش جديدة بالنسبة لك لكن جديدة لاخوتك التانيين لغيرك حتى لو فيديو انا بكرره او بعيده في قناتي انا لازم اعيد الفيديو كل فترة والتانية الاول انا كان معانا مثلا مئة الف النهاردة مشاء الله تخطينا التلتمية الف انا بشكر كل اخوتنا المتابعين المشاهدين المؤسسين لقناة ابداعات محمد السرطان بشكركم جميعا لان الفضل يا ربنا سبحانه وتعالى سمى ليكم وكمان هنقدر دلوقتي مع بعض سريعا نشوف ان الفكرة دي هتشتغل معانا في السيارة علشان نوفر على نفسنا يبقى الفكرة شجالة معايا في الاتنين في المنزل وشجالة معايا في السيارة زي ما قولنا هنقدر نشجالها في السيارة برضو على الولاعة بتاعة السيارة بحيث نقدر ننور لمبة يعني لو انا عندي صيانة في السيارة هقدر انور اللمبة وقدر اشوف انا بعمل ايه ويلا بينا على السيارة نجرب مع بعض سريعا انا كده باسم الله رحمن الرحيم هنشغل في السيارة كده ننتظر سواني لما الجهاز يبدأ يحمل ويشتغل هنجرب اللمبة الميت واط ما شاء الله باسم الله رحمن الرحيم الميت واط شغالة اه كده في السيارة جماعة طيب نفس اللمبة الميت واط لو انا عندي لمبة موفرة زي كده عايزة اجربها برضو هنجربها هتشتغل معانا طيب اهم حاجة انا بقى كصنايعي قاعد في الصحراء قاعد في اي مكان عايز اشغل كوية اللحام يبقى كوية اللحام عندي اه في لمبة بيان اه يا جماعة وهبدأ اسيبها كده ووصل الكابل بتاعها في الجهاز اه بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين هي اشتغلت اه وبدأت تنور معايا اقل من دقيقة بالزبط وهنبدأ نستخدم كوية اللحام بالازير ولو في عندي اي سلك اي حاجة عايز اعملها هقدر اعملها الفكرة دي مفيدة كتير جدا لاخوتنا الصناعية وللناس اللي النور بيقطع عندهم هنقدر نستفيد منها ان شاء الله باذن الله كده زي ما حضراتكم شايفين الكوية ما شاء الله سيخنت معايا كده الأزير ما شاء الله بيسيح معايا زي المياه بالزبط وكمان قدرنا يستفيد منها في المنزل زي ما قلنا لحضراتكم وزي ما انتم شفتوا في اول الفيديو ياريت لو حاسس ان احنا بنقدم لك محتوى مفيد وبنقدم لك حتى افكار بسيطة وجميلة ومفيدة لكل الناس ياريت كل اخوتنا المشاهدين المتابعين اللي بتشرف بيهم دايما يعملوا لايك ويشيروا الفيديوهات بتاعتنا عندهم وكمان يشرفوني في التعليقات اكتب اي كلمة اي كلمة تكتبها في التعليق صدقني بتساعدني كتير على ان انا قدر استمر وقدم لحضرتك محتوى راقي وهادف ومفيد لكل مشاهد ولكل متابع ويارب انتظركوا في التعليقات وياريت كل واحد شاف الفيديو يعمل تعليق ويعمل لايك ويشير علشان نقدر نستمر ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة